بس لسه بيالعبها لسه بيالعبها مونسف مونسف كابتن نقوس هزيك كابتن نقوس هزيك كابتن نقوم وطبعا كابتن عبدالدهب حاببالله الواحد لعب مع الناس العالمية دي لان لو ناس كتيرة ما شفيتهمش لا الناس دي كانت لعبها جامدة جدا انا مش عايزك تبطل يا عبدالنسف الله حاببالله لا والله فعلا متقلق يا ماشا الله عليك انت فعلا عامل مطشات كبيرة جدا ومش فرق معاك السن اكسم بالله وربنا وفقك حبيب الحمد لله ربنا يخليكوا دايما كده متقلق ومعك دايما في التحليل ومنور مع كابتن اسلام وكابتن وليد حبيبك المسئولية وانك لعب مختلفة شوية كابتن عبدالمنصف طبعا لان كابتن اسلام بيبقى صعب شوية انت برضو المنصب ده منصب دايما محتاج بقى مكتب ومحتاج بقى ورق وقلم وطوض وتخطيط وحاجات وعندك تايحة وعندك حاجات كتيرة جدا اما تبقى مع اللعيف وانت برضو لسه بتلعب ولسه بتتمرن تبقى الموضوع طيل جدا ولكن انت في الموكب دلوقت ده مطالب ان الواحد يعمل كل مفوسه ان يساعد النادي اللي موجود فيه ان تطلع من المنطقة اللي احنا محطوطين فيها وده موكب صعب ولكن الحمد لله ان الواحد برضو بيقدر خبرته امتى يتدخل في الجزء الاداري ويحل بعض المشاكل ويبقى متواجد بقوة وامتى يفصل لتواجد مطشط مهمة واداء فني وتركيز وبعض التمرينات وكل حاجة فالحمد لله ان الواحد من بعد ما مسك المنطب ده ومنطب ضعب جدا اعتقد ان فوق معانا تنظيميا على المستوى حتى الفني والادائي منصف تعادل مع الجونا وتعادل مع المقصة وفوز على اسوان فاعتقد الثلاث مطشط ان الواحد كان مسك فيهم هذا المنطب الحمد لله تتقده بشكل كويس منصف يعني انت شاف ان الموضوع ده مش هبقى صعب عليك اللي انت تركز مع الفرقة او في شغلك الفني وفي الحتة التانية اللي هو مدير كورة ان انت بقى لازم متابع جايد الفرقة ويبقى زي ما انت قلت وراء وقلم وتخطيط وشغر كبير زي ده مش شاف ان الموضوع ممكن يؤثر عليك في الملعب أوسى والله كنت خايف كابتن وليد في البداية وده كان تكريفة الاسف يعني برضو خلبك فيه فصلات انت مكلف ان انت تعمل حاجة معينة ولازم تعملها علشان حماية للفريق وتنظيمها للفريق واحنا فعلا كنا محتاجين حاجة تنظيمية الفترة اللي فاتت وفي نفس الوقت انا باجي بمنطقة الامانة انا باجي قبل المباراة بثمانية واربعين ساعة انا نقول قبلها بيومين بالضبط انا بفصل تماما وبخل الناس الادارين اللي موجودين معنا هم يتولوا كل شيء وأنا ببقى بزء الفني فقط لغير وبقى مركز جدا لكن بقى في فترة مثلا توقف طويلة زي دية بتنظم معافقة بتنظم مراودية بتنظم بعض الحاجات النقصة حاجات المتأخرة لبعض الحاجات الماديات لو في ليحة السنائية لبعض المكافئات حاجات التأخير فكل ده بيبقى وارد بس برضو اعتقد ان الحمل بيبقى تقيل شوية ولكن الحمد لله ان الواحد قادر يمشي الامور على الاقل على الاقل اكتريت لهذه الفترة بس فقط لغير لحد بس ما ربنا اكرمنا ونطلع بس من الموقف الصعب اللي احنا موجودين فيه طيب قوسها يعني اول لما توليت المنصب دوت انت عرف الانطباع انا عن نفسي مش عايزك زي ما كابتن محمود كده قال انا مش عايزك تبطل خالص يعني تعدي انت عدت الحضري ولا لسه في بعض الاشياء ولسه بعض الحاجات طبعا طبعا اجابة غريبة شو ازاي طبعا انت عدت عدت في المواسم عدت في الام في عدد الساعات لعب ده اي عدته في الفلوس يا اوسى ولا لا صعب دي صعب اللي هي كابتن اسلام عدت الحضري في الفلوس ولا لسه لا دي ما حدش يضر دي صعب دي صعب دي صعب فعلا لكن يعني هو بقوله رايك يعني مسألة انه لاعب يتولى منصب مدير الكرة فالبعض يقولك ده خلاص بيعني بيفكر انه هو يعتزل بيفكر ولا هي مهمة مؤقتة وانت لسه وانت لسه مكمل خلينا نقول ان هي مهمة مؤقتا للظروف اللي يعني كنا فيها ان انت كان في جهاز اجنبي وتولى كابتن عبد الباقي المسئولية فما ده حصل كان لازم يبقى فيه حد كمان حاجة ادارية يبقى فيه تنظيم وده كان اختيار باشماندس ماجد سامي لهذه المرحلة يعني احنا قلنا بس لهذه المرحلة انا اما وفيتها كابتنس فقلت هي بالنسبة لي هاخد منها خبرات لبعد كده مش هي مش تأهيلا ان انا ممكن يعني اعتذر للسنة الجاية فخلاص لا انا قلت هاخد فيها خبرات وانا بلعم ربما ان انا ممكن بعد كده تساعدني ان انا اعمل الشغلانة ديت ولكن هي لا هي هذه المرحلة وانا تماما تماما ما عنديش تفكير تماما ان انا السنة دي يبقى اخذ سنة بالنسبة لي لا ان شاء الله عندي امل بإذن الله ان السنة الجاية لان خلي بالك كمان ان السنة الجاية ان شاء الله ربنا ارادوا لينا عمر موجود في الدول مصري هيبقى سنة وعشرين على السوالي وده رقم اعتقد ان محدش حققه في العالم لان انا السنة دي خمسة وعشرين كنت مع رايان جيدز وفرانشيسكو توتي ومالديني ان الناس دي لعبت خمسة وعشرين موسم متتالف دوري سواء كان الدول ايطالي او الدول انجليزي وما كانش في حد حقق قبل كده الستة وعشرين فهيبقى انا الحمد لله ان الموسم الستة وعشرين بالنسبة لي فده رقم مش بس على المستوى الدول مصري لا ده رقم عالمي فاعتقد ان ان شاء الله طموح ان انا اوصل لرقم ده وكمل كمان في اللعب ان شاء الله ان شاء الله بل ما يبقى تلاتين يا اوز